الاتفاق النووي مؤشرات عقاده لازلت قائمة بالتزامن مع فرصة اللقاء المباشر ما بين الولايات المتحدة وإيران وفي ظل التطورات الأخيرة المتمثلة بزيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى إيران ولقائه ناظره الإيراني حسين أمير عبداللهيان والتي تضاربت الأنباء حولها إن كانت تأتي ضمن صياق الاتفاق النووي وتصريح عبداللهيان بشأن إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن إن تواجدت مؤشرات لإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي جيد أما وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زديف فقد اعتبر أن تصرف بريطانيا غير مسؤول حينما حملت إطهران مسؤولية الاستمرار في المفاوضات أو انهيارها وقال زديف إن استخدام مثل هذه التصريحات المفضوحة والتهديدات الجوفاء لا يقلل من المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذا البلد في انتهاك الاتفاق النووي ولن يقوض عزيمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الوصول إلى اتفاق جيد ومستقر وموثوق يحقق مأصالح الشعب الإيراني محاولة تسري المفاوضات وخطوة جلوس الأمريكي مع الإيراني حول طاولة واحدة للتباح في القضايا العالقة يشير إلى قلق كبير من إمكانية تخطي إيران في الأسبوع المقبلة لعتبة النووية وأن الطرفين يسعيان للتوصل إلى اتفاق يأتي ضمن شروط ما يزيد من تيقض إسرائيل أكثر من السابق في حين يرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آيزين كوت أن انسحاب الإدارة الأمريكية السابقة من الاتفاق النووي خطأ استراتيجي وفيما يتعلق بإمكانية الهجوم الإسرائيلي على تهران يجد آيزين كوت أنه هجوما إسرائيليا منفردا هو أمر معقد ملمحا أيضا إلى مسألة الشرعية الدولية واليوم التالي للحرب مؤكدا أنه ينبغي العمل على كافة هذه الأمور